السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد فيديو اليوم خاص بالشكل والتطبيقات الكتابية تحت عنوان تفاعل الحضارة من مرجع منار اللغة العربية للسنة السادسة من التعليم الابتدائي الصفحة 21 إذن سنبدأ بالنص إذن السؤال الأول أشكلوا وأفهموا إذن سنقرأ النص إذن النص كما تلاحظون عبارة عن رسالة إذن سنقرأ هذه الرسالة سنتمم عن شكل الكلمات المكتوبة بلون مغاير ثم سنجيب عن أسئلة الفهم القاهرة في 13 يناير 1951 ابن الغالي تحية ملؤها الحب والشوق أكتب إليك هذه الرسالة وأنت في رحلتك إلى أوروبا لقد جئت في مفترق الطرق بين جيلنا وجيل من قبلنا وجيلك ويخيل إلي أن الفرق بين جيلك وجيلنا أكبر جدا من الفرق بين جيلنا وجيل آبائنا لأنك تتأثر بالحضارة الغربية أكثر مما كنا نتأثر ويتأثر ويتأثر آبائنا إنك الآن في زمن قد مسحت فيه كل القيود واختلط إذن نشكل الكلمات واختلط الشرق بالغرب واختلط المدنية الشرقية بالمدنية الغربية وأصبح يمكنك أن تفطر في مصر يمكنك أن تفطر في مصر وتتغذى في فرنسا وتتعشى في إنجلترا وهي إحدى الأعاجيب التي ما كنا نحلم بها وليس هذا بالأمر الهيني فمعناه أن الحضارات تتلاقح وأن منافع الناس تتلاقى وخير لك أن تقابل عالمك في ثوبه الجديد فتتأقلم معه وتسايره إن العالم اليوم كبوتقة الصائغ تصب فيها كل العناصر من شرق وغرب وقديم وحديث ثم تستغل كلها ليأخذ خيرها وهي تتطلب من الإنسان أن يكون مارنا واسع الصدر ونصيحتي أن خير ما تواجه به هذا الزمان سعة دراستك سعة دراستك وانتفاعك بما في كل من الشرق والغرب من مزايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المرسل أبوك أحمد أمين إذن بعد شكل النص أو الكلمات المكتوبة باللون الأخضر إذن سنمر للإجابة عن أسئلة ونبدأ بالكلمتين الآتيتين إذن سنفسر معنى الكلمتين حسب السياق في النص المدنية تتلاقح إذن بالنسبة لكلمة المدنية فيتعني الجانب المادي إذن ليس المدينة بل المدنيات فهي تعني الجانب المادي من الحضارة كالعمران وسائل الاتصال والنقل والطرفيه إلى آخره تتلاقح يعني تتبادل الأفكار إذن التلاقح يعني تبادل الأفكار السؤال الثالث هل صحيح أن بإمكان المرء أن يفطر في مصر ويتغدى في فرنسا ويتعش في إنجلترا بطبيعة الحال نعم صحيح يمكن للمرء أن يفطر في مصر ويتغدى في فرنسا ويتعش في إنجلترا لماذا؟ لأن وسائل النقل الحديثة صارت أكثر تطورا وسرعة السؤال الرابع ما وسيلة التنقل التي يصفها صاحب الرسالة بالأعجوبة هنا نتحدث عن الطائرة إذن الوسيلة وسيلة النقل التي وصفها صاحب الرسالة بأنها أعجوبة إذن هي الطائرة السؤال الخامس أشرح في سطرين العبارة الآتية إن الحضارات تتلاقح وإن منافع الناس تتلقى إذن المقصود من العبارة هو أن الحضارات تتواصل وتمتزج فيما بينها فلا يمكن لحضارة أن تنتشر إذا لم تنفتح على حضارات أخرى وحتى مصالح الناس ومنافعهم في انفتاحهم على شعوب أخرى يعني هذا التواصل بين الشعوب وتبادل الأفكار والتقافات وإنفتاح الحضارات على بعضها البعض إذن ما يساهم في انتشارها وما يساهم في تنوعها وغناها السؤال السادس والآخر أبدي رأيي في نصيحة أحمد أمين لابنه إذن نصيحة بأنه يعني وجه إليه نصيحة مفادها أن يواجه الزمان بسعة دراسته يعني العلم العلم هو السلاح الإنسان إذن أتفقوا مع نصيحة أحمد أمين لابنه لأن العلم هو السلاح سلاح الإنسان الذي يواجه به الزمان إذن إلى هنا ينتهي هذا الفيديو موعدنا يتجدد إن شاء الله مع باقي دروس المرجع كونوا في الموعد إلى اللقاء